نعم كاترين بعد ساعة من الآن سوف تبدأ الجلسة الأولى في هذه الجولة ثالثة للمصار الدستورية الليبي قناة الغد أجرت اتصالا هاتفيا في وقت مبكر من صباح اليوم بالدكتورة أسماء الخوجة وهي عضو مجلس النواب الليبي عن طبيعة الملفات الساخنة التي سوف تتم مناقشتها اليوم وأخبرت بأن هذه الملفات هي تلك الملفات العالقة منذ الجولة الثانية التي كانت في مايو الماضي وأن المواد 137 مادة التي تم التوافق عليها تمت مراجعتها أمس وأمس الأول وتم الانتهاء منها بحيث تتبقى المواد الخلافية المتعلقة بمشهد سياسي ساخن في الداخل الليبي أيضا أشارت إلى أن كلمات المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز كانت حادة ومحددة بمعنى أنها كانت تطالب الواقع السياسي الليبي بأن ينهي هذا المشهد العبثي في الداخل الليبي على حد وصفها من اعتداءات مسلحة في ترابلس وضواحيها وأيضا طالبت الجميع بأن يعلوا من شأن ليبيا خاصة كاترين وأن المشهد ساخن وأن معظم الليبيين يعاولون على موقف مجلس النواب وكذلك على موقف أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي وهما على طاولة الاجتماعات هنا في القاهرة بانتهاء اليوم ربما تظهر نتائج أولية حول كثير من المواد الخلافية لأن الصقف الزمني كاترين سوف يكون التاسع عشر من الشهر الجاري بمعنى أن المدة المتبقية هي أيام قليلة تعد على صوابع اليد الوحيدة ولابد أن ينتهي الجميع إلى مصار توافقي دستوري يحدد هوية الدولة الليبية انتخابيا سواء على المستوى البرلماني أو المستوى الرئاسي إلى أي مدى يعاول اليوم على هذا الاجتماع في ظلق التطورات في ليبيا وكما ذكرت المشهد ساخن بالفعل ساخن وهذا التعبير كان على لسان المبعوثة الأممية إلى ليبيا استفاني ويليامز خلال اجتماعاتها مع أعضاء المجلس الأعلى وأعضاء مجلس النواب وبالتالي طالبت الجميع أن يعلوا المصلحة الليبية لأن ليلة الجمعة الماضية وما شاهدته العاصمة رابلس من اعتداءات مسلحة على مدنيين عزة لا ذنب لهم كان محركا رئيسيا وكانت على مفارقة طالبت الجميع أن يسرعوا والسيدة ويليامز أكدت أنه لا بد على حد وصفها أن تكون هذه الجولة الثالثة هي الجولة الأخيرة من مصار الحوار الدستوري الليبي وأن ينتهي الجميع إلى نقاط محددة تبنى عليها آلية مرجعية انتخابية على المستوى البرلماني والمستوى الرئاسي وبالتالي تهدأ الدولة الليبية وتعيش حياة آمنة كغيرها من بقية الدول لا يمكن لوطن أن يعيش من 2011 هكذا تحدثت حتى 2022 في حالة من الفوضى التي وصفت بأنها عارمة طيب ذكرت صقف زمني علي في حال لم يتم التوصل إلى حل كل هذه النقاط الخلافية ضمن هذا الصقف الزمني المحدد ما المرتقب؟ نعم كاترين الصقف الزمني المحدد لهذه الجولة الثالثة يبدأ من الثاني عشر من يونيو الجاري وحتى التاسع عشر من يونيو الجاري فبالتالي نحن أمام أيام معدودة وينتهي هذا المارسون الجدالي إنجاز للتعبير حول بعض أو كثير من مواد الدستور المتبقية ولكن كي أكون منصفا 137 مادة تم التوافق عليها من أصل 197 مادة هو أمر شبه إعجازي فيما تعلق بمواد الدستور الخلافية النقاط المتبقية أظن أن الصقف الزمني حتى التاسع عشر من يونيو الجاري سوف ينتهي تماما لسيما وأن الأطراف الدولية ممثلة في استفاني ويليامز سوف بالفعل أخبرت الجميع بأنه لابد من الانتهاء ولابد من إعادة الصياغة التوافقية التي ترضي الأطراف ومن يمثل الأطراف مجلس النواب من جهة والمجلس الأعلى للدولة الليبية من جهة وبالتالي هما معا مخولان من قبل الشعب الليبي أن يصل إلى صيغة توافقية يبنى عليها المصار الدستوري الليبي المنتظر أشكرك من القاهرة مراسل الغد علي الطواب اشتركوا في القناة